في شأن آخر أعرب المنصق العام للحوار الوطني ديار شوان عن ترحيب مجلس أمناء الحوار بقرارات نيابة العامة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا وأضاف المنصق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات التي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وأبدى رشوان تطلع مجلس الأمناء إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية بصدور المزيد من هذه القرارات